في بيانٍ لوزارة أشؤون الخارجية حول التطورات في المشهد الفلسطيني إذن في بيان صادر عن وزارة أشؤون الخارجية دانة الجزائر بشدة الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها اليوم أحد مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك في انتهاكٍ فاضحٍ لقرارات الشرعية الدولية وتحديٍ سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر الحالم وجاء في بيان وزارة أشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن هذا تصرف المدان والمرفوض والذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدسته أيضاً ضمن مخطط توسع بالغ الخطورة ليؤكد مرة أخرى على حتمية توفير الحماية اللازمة لشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الممارسات الجرامية والتي تقود فرص إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط من هذا المنطلق تدعو جزائر مجلس الأمن للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتجدد موقفها الثابت والمناصر لهذا الشعب الشقيق في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف